مقطع القنعة الأخرى وربما هنا كذلك سنتم تقولها بأننا تغيير الوضع تطوير الوضع تحقيق هذه المكانة المرأة التي تنضخها لا يتعلق الأمر بالتشريعات فقط مزيان در القوانين مزيان نصدر المراسيم مزيان مهمة جدا قانون ضد العنف إلى غير ذلك ولكن لأساس أن نغير الذهنيات أيها الإخوة الأخوات الأمر راقين هنا في الريوس كيف العقول دينا العقول دي الرجال والنساء كذلك بعض النساء لا يمكن أن نطوير وضعية المرأة لك أنه بعض النساء ما زال تفكروا طريقة لما تسمح بإطلاق الطاقة ديالهم وهذه مسألة أساسية للدهنيات والدهنيات بشتغير بالتقافة بالتربية بالتكوين بالتحسيس إلى غير ذلك عمل مستمر راقصنا نكونوا دائما يعني نتنبهين هذه المسألة هذه ديال الدهنيات بش يمكن أن نزيد القدام القناحة السادسة أو السابعة بإن هذه المسألة تطلب جرأة تطلب شجاعة باش نحقوا التغيير ولكن ليس فقط لتحقيق التغيير نحو الإحسن ولمقاومة كذلك عدد من الجيوب لما بغتناش نطلقوا ما بغتناش نعطيه هاد المكانة ديال المرأة للتفكير ديالهم متحجر ولا يسمحوا بإطلاق هذه الطاقة لمازال يعتبر أو النظرة دياله المرأة يعني ما بغيش نقول شي كلمة لتسيء في هذا المجال ولكن أرى الفكرة الحسنة يجب أن ندفع عليها الإصلاح في هذا المجال يجب أن ندفع عليه ويجب أن نواجهه نواجهه بالوجه المكشوف بالصراحة وبالجرأة يسبونا إلينا بغاو ولكن نحن غادين لأن الهدف ديالنا أن نرتقي بوطننا أن نرتقي بالمجتمع ديالنا الهدف كذلك القنعة الأخرى في المجال ديال التعليم وأنا أعرف السيد الوزير أنكم تشتغلون على ذلك في المناهج ما بغيناش هذا التعليم يكون فقط الحشو ولكن بغينا أن الهدف من التعليم هو أن نخلق إنسان في حالة مستمرة دائماً من التساؤل لأن التساؤل هو الذي يخدم العقل هو الذي يجعلنا ننطوره هو الذي يجعلنا نبحث عن الحقيقة وهذا أساسي في المناهج وأنا جيد سعيد لأننا تبعت مؤخراً ما قمت به في هذا المجال للمناهج وأهنئكم على ذلك لأن هذه الثورة الحقيقية في المجال التعليم التعليم مضمون ومنهج ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر